اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة او بيكون رابط الساعة مثلا ان هو بده يصحى مثلا على الساعة خمسة الصبح بتلاقيه هو صحي على الساعة خمسة الا ثلاثين ثانية او خمسة الا دقيقة وحدة اه برضو من الاشياء اللي هي هاي احنا منسويها اللي هي الظواهر اللي ما لها او عند الناس هاي يعني شغلات محيرة او ما بيقدروا يفسروها فبيحاولوا يلجأوا لشخص على اساس انه يفسر لهم اياها فطبعا هو بيعرفش بالتفسير وعارف انه الناس مش رح تعرف التفسير فبيصير يألف من عنده ويحط معلومات من عنده ويقلب الدنيا من عنده فهذا الاشي يعني كلياته كذب لانه كل اشي له تفسير علمي ومنطقي في نفس اللحظة طيب اي نقطة اثنين يعني هاي شغلة اللي بصحة من النوم وبسمع اذان او بيجي واحد بصحي او واحد بنبه لموضوع معين هناين فبصحة بيلاقي فيه خطر او موضوع اه مثلا الو علاقة بالصلاة او هذا هذا موضوع مختلف تماما عن الموضوع الاول يعني هذا اشي والاولان اشي ثاني طيب خلينا نشرح احنا واحدة وحدة على اساس انه نرسخ المعلومة عند الاشخاص اللي ما بيعرفوه برضو معلومات تستفيدوا منها اول اشي في طبيعة تكوين بني ادم بخلقته الربانية اللي ربنا حط فيها الاعجاز اللي يستحيل انه الانسان يوصل لكامل الاعجاز او السر اللي موجود في ابن ادم وهو موضوع اله علاقة بالساعة البويولوجية هي اشي بالتركيز الدماغي موجود عند كل بني ادم في ساعة داخل جسمه داخل دماغه في ساعة اسمها ساعة بويولوجية هاي الساعة الها علاقة بتنظيم الوقت او الاوقات او ضربات القلب او الها علاقة بالتنفس الها علاقة بالدورة الدموية يعني ترتيب دوري موجود داخل جسم الانسان حتى بشغل الغدد يعني انا كطبيب بحكي لك هاي المعلومات اللي في مجال الطب او التمريض او الصيدلي يعني اخذوا شغلات عن هاي الامور فهم رح يفهموا علي اكثر من هذا الموضوع فهذا التحديد الزمني لانه تشتغل هاي الاعضاء بهاي الدقة في ساعة موجودة جوا عقل البني ادم اسمها ساعة بويولوجية هاي الساعة بتحدد كل شيء تحسب كل شيء بادق تفاصيل او ادق من تفاصيل الساعة اللي انت بتشوفها او اللي اختراعها البني ادم وحطها فالها تنظيم قوي جدا هذا واحد اتنين الان هذا البني ادم بيجي مرة مثلا بكون عنده رغبة بانه يتابع الارقام المتسلسلة يعني بكتاب بحب يكتب ارقام زي بعض بحب رقم تليفون زي بعض بعشق مثلا رقم تليفون لشخص بعجبه سلسلة ارقام هو بحبها او هاي مثلا بتفائل فيها من هذا القبيل فبتلاقي هاي الساعة البيولوجي في جسم اللي ادم حفظتها كذاتا يعني كمموري محطوطة عنده في دماغه الان انت لما تيجي تعودها مرة وثنتين وثلاث واربعة اكثر من مرة متكررة على حسب اهتمامك في هذا الموضوع بصير الجسم تلقائيا لما يشعر بانه اقترب هذا الموعد ينبهك يعطيك اشارة بانك تنتبه لهذا لهاي الساعة او لهذا الرقم او لهذا العدد او اذا كانت مجموعة اعداد فانت بتنتبه لها مباشرة هاي نقطة فدليل على هيك انه مثلا اشخاص بيجي يعني بكون نايم فبكون عنده موعد الصبح مثلا ضروري جدا عنده مقابلة او موعد غرامي او اشي يعني عنده شغف لهذا الموعد بشكل كبير فبتلاقي انه هو تلقائيا بس ينام يعني عند الموعد بالضبط قبل ما ترن اللي يرن المنبه عنده بتلاقي صحي وفتح عيونه وبقوم نشيط ومشحون الطاقة كبيرة وخلاص بده يطلع على موعده فلما بنتبه على الساعة بيلاقي هي نفس الساعة اللي هو ضبطها او الساعة اللي هو بده يصحى عليها في ناس اللي بيكون عندهم خلل فبتلاقي صحي اكثر من مرة قبل ما يصل لهذا الموعد هذا طبعا اللي بعرف وهي المعلومة اكثر اللي هم الاشخاص اللي مواضبين على صلاة الفجر لانه هذه مثلا من الاشياء اللي الجسم بتبرمج عليها او بتبرمج الساعة البيولوجية تبعتك فبتصير انت تلقائيا قبل موعد صلاة الفجر الجسم نفسه بنبهك فبخليك تصحى انت او تفتح عيونك لاهتمامك في هذا الموضوع فبتلاقي انه موعد الاذان او قبل حتى موعد ربطك للساعة او ضبطك للمنبه بثواني او دقائق بتلاقي حالك انك انت صحيت كأنه اشي صحاك هو مش اشي صحاك هو المنبه البيولوجي اللي موجود داخل دماغك هو اللي نبهك لهذا الموضوع هاي هيك تقريبا انتو عرفتو شو سبب تكرار هاي الاعداد فما تسمعوا كلام اللي بيقولك لا هاي الملاك تبعك والروحاني تبعك والجني اللي موجود عندك والصالحين والمش عارف ايش وانه انت عندك قدرة روحانية خارقة هاي موجودة عند كل البشر ولكن تتفاوت من شخص لشخص على حسب ما بيدرب يعني هاي الها تدريب وتمرين للساعة البيولوجية عشان تصير منبه لالك في اوقات معينة تنبهك او تذكرك لموضوع او لا اشي مهم انت عازم امرك عليه طيب الان الموضوع الثاني اللي هو خلطوهم في بعض انه بتكون نايم انت ما بتصلي ما اليك على الصلاة ما اليك على العبادة ما اليك بالاهتمامات هي كلها فجأة انت نايم بتلاقي عند صلاة الفجر انت سمعت منادي يا شخص يا اما انه زي شخص ضربك على كتفك فانت صحيت فلقيته بأذن او اشياء من هذا هاي احنا منسميها رسائل هاي رسائل الها اكثر من معنى طبعا هاي اللي بتيجي باوقات الها علاقة بالعبادة اللي هي تنبيه المفاجئ او دعوتك او حثك للعبادة هاي طبعا مش انت موجود لحالك في هذا الكون في خلق موجود معك او مش خلق واحد هو اكثر من خلق موجودين حواليك انت لانه مثلا هذا الكائن بكون موجود في هذا المكان فبيجدك نايم او هذا برغب هو بتنبيهك بطريقة معينة بالايحاء بالنفخ بالوسوسة بالوكز بالشغلات اللي زي هيك عشان تصحى انت في موعد الصلاة وتصلي او تتعبد او تدعي دعاء او بنبهك وانت مثلا ساهي عن صلاتك فجأة بتلاقي حالك انتباهت هيك انه في اشي اللي علاقة انا ما صليتش وتروح تركض تصلي هذا التنبيه اللي علاقة بالقدرة الروحانية اللي موجودة جواك اللي علاقة بطاقتك الروحانية بهالتك بهالة المخلوق اللي موجود حواليك اللي اجع ليك وشاف انت في اللحظة هاي هالتك مفتوحة او متنبهة او متيقظة فسهل انه هو صحيك فدخل او ضرب بطاقته طاقتك فنبهك فانت على طول مجرد ما انك استيقظت بدك اي تفسير للاستيقاظ هذا اللي هي فترة احنا منسميها اجزاء من الثاني للاستيعاب هاي اللحظة اللي انت بتسمع فيها الاذان او بتسمع بمعنى اخر هو نبهك على الوقت عشان تسمع الاذان عشان دوما تصلي الان في ناس باخدوها وهم المتصوفين او الربانيين او العابدين او الذاكرين او 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 هدولا بتبرمجوا تلقائيا على هاي القدرة وبتحكموا لا اراديا بالهالة تبعتهم فبصير اي مخلوق موجود في المكان هذا وخاصة العمار او القرين بصير سهل جدا انه ينبهك بالموعد وخصوصا اذا انت كنت متعود لفترة طويلة على مثلا النهوض لصلاة الفجر وبعدين صرت تتكسل انت صار دوامك متأخر مش قادر تصحى فبصير هو ييجي بالوقت هذا على اساس انه هو ينبهك رغبة منه او محبة منه اليك انه ينبهك في هذا الموعد زي ما فيه العكس انه انت ممكن تصحى على صلاة الفجر وتسمع الاذان واشي ينبهك ولكن في لحظة بتقول لا لا خليني بس شويها بس اغفى لثواني لا انا دفيان انا مش عارف ايش بس اغفى شوي فالشيطان بيجي بخمذ الطاقة تبعتك بنيمك فانت بتروح عليك صلاة الفجر يعني فيه الايجابي اللي ينبهك وفيه السلب اللي ينيمك فهذا موضوع برضو بده تدريب وبده ارادة فلما انت ينبهك وتوم مرة وثنتين وثلاثة واربعة لعدد معين بتلاقي انه هذا الشيطان هو مش ابليس هم شياطين هذا الشيطان بيجي باولها بيحاول ثاني مرة ثالث مرة بعدين لما بيأس ببطل يقدر يجرب عليك لانه انت بتصير فيه كنف الله في حفظ الله فعشان هيك خلص الانتصار فيه رابط ما بينك وبين رب العالمين بهذا الوقت انك تصحى لعبادته اما مواضيع اخرى اللي ها علاقة بخدام وخدام ايات وهي نبهتك لا لا هذا كل ايات الحكي مش موجود فيه اشياء الها علاقة برضو انت فيه ايات مثلا للتنبيه مثلا اخر عشر ايات من سورة الكهف بقولك من التزم فيها بصير يصحى على ما بفوته صلاة الفجر او ما بفوته وقت هاي طبعا هي اشارة ربط او تدريب يعني تستخدم للتدريب او لأمور الها علاقة ببرمجة للساعة البويولوجية اللي موجودة جوا دماغك ارجو انه هيك اكون وصلت الرسالة او المعلومة واستفدت منها بتمنى انه انتو تعلموها وتفهموها للناس مش شرط تشير الفيديو ما بقولك شير الفيديو عشان الناس تفهم ولكن ان طرح هذا الموضوع بطريقة عقلانية ناقشوا وفهموا هاي المسألة طبعا هاي المسألة ما فيه اي واحد في مجال الطب او العلم النفس او تمريض او الى ما لنهاية الا بدرك انا شو اللي حكيت وانا حكيت لكو اياه بشكل مبسط بدون مصطلحات وبدون مراجع وبدون كتب وبدون ما اجيب لكو اياها بعلم البار سيكولوجي ولمش عارف ايش وا 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 الى ما النهاية هذا كل ياتو يعني نوع بخربطك وبدخلك في متاهات انت بغنى عنها خلينا نروح على توقعاتنا اليومية طبعا توقعاتنا اليوم الجمعة 26 القمر بنتقل يعني هو في فترة انتقال ما بين الاسد والعذراء رح يكون اغلب الوقت في منزلة العواء اللي هي موجودة بالعذراء وهي للربح والحرية والزواج طبعا تأثير القمر لما بكون موجود بالعذراء منعود الان لطبيعتنا الجادة مننتبه اكثر لصحتنا بممارسة التمارين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردي ولا شاردي دون تفاحصة منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام منشعر انه الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن انه ننتقد انفسنا ونتوهم امراض ما الها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادات سيئة كالتدخين وشرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان اليف ومطالعة كتاب مفيد والبدء بوظيفة او عمل جديد طبعا احنا ما زلنا في فترة خلوه المسار يعني خلوه المسار هذا رح يستمر لغاية الساعة خمسة واربع دقائق بتوقيت يعني في العذراء تماما اللي هو الساعة خمسة واربع دقائق مساء بتوقيت يعني بتوقيت الاردن بتزيد ثلاث ساعات اللي هو الساعة ثمانية واربع دقائق اول زاوية رح تكون زاوية التزديس ايجابية بين القمر والشمس هاي رح تكون في تمام الساعة وحدة وثلاثة وثلاثين دقيقة فجرا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنطلق المساند والدعم من الاصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح اكثر قدرة على السيطرة على ما شاعرنا اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تربيع سلبية بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة ثنتين وسبعتاشر دقيقة فجرا اكثر المتضررين من كان لديهم مشاكل عاطفية اذ يتجه الى التنفيس من خلال المسبة الزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية رح تكون بين القمر وارانوس رح تكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة ظهرا بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة لاخر زاوية رح تتشكل خلال هذا اليوم هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 2.17 دقيقة بعد العصر نشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة طبعا حكينا ان القمر موجود بالعدراء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 27.6 رح يبدأ بتمام الساعة 8 ودقيقة مساء ورح يستمر لغاية الساعة 8 و15 دقيقة مساء يعني بمعنى اخر رح نذكر هذا الخلو في حلقة مش يوم 27 يوم 28 لانه بيجي بعد حلقتنا واثنين انه مدة الخلو المسار بس 14 دقيقة بعدها القمر رح ينتقل للميزان بالنسبة لعمر القمر القمر الهلال الجديد خمس ايام في تمام الساعة 7 و33 دقيقة صباحا بصير عمره 6 ايام نسبة الاضاءة 25 في المية اما بالنسبة الى مزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم فعننا الشمس في السرطان حتى يوم 22 7 مزاج منتحس القمر في العذراء حتى يوم 27 6 المزاج سعيد عطارد في السرطان بيتراجع حتى يوم 12 7 مزاج منتحس الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 8 مزاجها ممتزج لانه ليوم السبت لتصغير سعيد المريخ في الحوت حتى يوم 28 6 مزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 9 مزاج منتحس زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 1 7 يعني أيام بسيطة وبرجع للجدي مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى يوم 15 8 بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد النبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29 11 مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه ممتزج وحكينا معنى ممتزج أنه بيتقلب ما بين سعودي ونحوس طول اليوم سعيد ونحيس سعيد ونحيس فعشان هيك ما بنقدر نذكر على عدد الساعات فمنقول ممتزج أنه أكثر من تقلب له خلال اليوم وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا بالنسبة للحمل معروف أن القمر بما أنه صار في العدراء معناته بيته السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك اليوم بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد وبتجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من عمالكم انتبه بشكل جيد لصحتكم حاول إيجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة لتوصل إلى اتفاق ابحث عن حليف أو دعم واتجنب الإساءة إلى أصدقائك وشركائك حاذر من التراجع الصحي قلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيتك طبعا اليوم بظل فيها نوع من أنواع الإيجابية ولكن مش هالإيجابية الكبيرة عندك ثقة بالنفس عندك رغبة بالتحرك وإنجاز بعض الأعمال اللي بتخصك في منك رح يلجأ لعملية قص شعر أو الاهتمام باللبس أو الهندام في هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأوضاع تقريبا جيدة بتدعمك على المستوى المالي شيئا ما فممكن تحصل بعض الأرباح أو المكاسب خلال هذا اليوم اللي بتيجي من عمل إضافي أو مستردات أو اهتمامات مالية ولكن أهم إشي إنك ما تبالغ بمصاريفك لأنه برضو بتحمل نوع من أنواع يعني بتجيب لك نوع من أنواع المصاريف أو الدفعات الإضطرارية أو المفاجئة أما بالنسبة للبيت الثالث فهو سلبي تماما فعشان هيك منقول لك دير بالك اليوم أثناء التنقلات والحوارات والنقاشات فأنت عندك عصبية حادة ممكن اليوم يعني تسبب لك بعض المشاكل إما في السيارة أو بالتليفون أو حوادث لا قدر الله أو إصابات أثناء الحركة أثناء نقاشاتك ما تعصب لأنه مزاجك عدائي فممكن اليوم تتوتر وتعصب وتخلق أو تختلق بعض المشاكل أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء تقريبا ما زالت ضاغطة على مستوى البيت وهي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو يعني نوع من أنواع العصبية أو المشاكل اللي لسه ماشي على مستوى البيت أو بعض الأعطال أو الاهتمامات بتصليحات أو بنقاش حاد شوي بيكون على أحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس المستوى العاطفي قلت الحظوظ فعشان يكي شوي بدك تدير بالك برضو من حسسيتك ردات فعلك عصبيتك أثناء التعامل مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع الأجواء على مستوى الشراكي روتينية يعني بتتعامل أنت والشريك على طبيعتك شريك المال أو شريك العاطفي يعني ما بينك وبين الأزواج أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها معني في بعض الأحداث خلال هذا اليوم اللي إلها علاقة بالنشاط إما بحسابات أو فواتير أو التزامات مالية أو ترتيب بعض الدفعات أو الاهتمام بمسائل إلها علاقة بالضريبة أو التأمين أو جدول ديون لإلك أو مطالبة بالديون أما بالنسبة للبيت التاسع فالتصالاتك لبعيدة أو حواراتك مع أشخاص خارج البلاد بتكون روتينية ممكن تهتم ببعض المواضيع اللي إلها علاقة بالثقافة إما بالدين أو بالسياسة أو نقاشات بهذا الموضوع أو ثقافة معينة أو دراسة أو الاهتمام بلغة أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنه فيها أنواع من أنواع الإيجابية على مستوى السمعة أهم شيء إنك ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين ممكن يكون لك بعض العلاقات مع أحد الأصحاب أو العلاقات يدعمك في مسألة معينة أو يساعدك في موضوع معين ولكن الأهم إنه ممكن يكون لك اليوم برضو إشيء العلاقة بالتعاون ما بينك وبين زميل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة إلى بيتك 11 بيت الأصدقاء فممكن يتوجه لك اليوم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء يعني تقريبا بدعمك بشكل إيجابي وبيعزز هاي الأمور ولكن ما تحاول إنك تفرض وجهة نظرك أو تدخل في شؤون أصدقائك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا روتينية يعني بمعنى آخر بتقدر تنجز الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وفي منك رح يكون له بعض الاهتمامات الصحية برج الثور طبعا اليوم القمر صار في بيتك الخامس بالعذراء يعني بمعنى آخر بيت الحب وبيت الحضوظ في نفس اللحظة فعشان هيك اليوم بتظل رغبتكم قوية للتقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بيجمعكم فيهم بحيطك الفلك بحيوية وحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون يوم من أفضل أيام الشهار وأوفرها حظا ممكن تشعر بالطمعنينة والراحة ولكن بدك تنتبه من بعض البيوت اللي رح تضغط عليك بشكل سلبي بالنسبة للبيت الأول طبعا اليوم ثقتك بنفسك عالية مشحون الطاقة إيجابية وفي نفس اللحظة عندك رغبة لإنجاز كثير من الأمور والأعمال خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء شوي لسه ما أعطتك الإيجابية الكاملة من تواجد الزهرة فعشان هيك ممكن تلوح بعض الفرص المالية أو الاهتمامات المالية إما بمصاريف أو دفعات أو التزامات أو ممكن تحصيل بعض الأموال أو تحصل على مال من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أما بالنسبة للبيت الثالث فطبعا وجود الشمس وتراجع وطارد فمن قولك بدك تدير بالك من العصبية ردات الفعل المتسرعة الأحكام اللي بتيجي جزافا بس هيك إنك مجرد ألقيت حكم على الأشخاص وبرضو أثناء قيادتك وحركتك بدك تنتبه من يعني بالحركة تنتبه أثناء القيادة أثناء الحركة من الإصابات لا قدر الله في منكو رح يكون مزاجه عصبي جدا لدرجة إنه ممكن يثور بأبسط الأمور ورح يكون لكو تعامل مع أخ أو جار خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت يعني تقريبا لأجواء يعني روتينية بتتعامل على مستوى البيت بطبيعتك يعني بحسب الطبيعة أو مكنونك ممكن أنت يكون لك لقاءات أو لقاء عائلي أو جمعة أو ممكن اهتمامات بتغييرات أو تصليحات أو روتين العمل المنزل العادي ولكن احذر بما أنه في عصبية أنه اليوم برضو ثور عصبيتك داخل البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك السادس يعني بضغطك على مستوى العمل فعشان هيك ممكن يتراكم عندك العمل أو تكثر عندك المسؤوليات خلال هذا اليوم ممكن ما تقدر تنجز كل أعمالك مرة واحدة وممكن يكون لك بعض الاهتمامات في أمور صحية إما بتشعر بتعب صحي أو بتهتم بصحة أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراك المالي العاطفي وعلى مستوى التقارب ما بينك وبين شريك المال وشريك العاطفي يعني زي الأزواج ممكن اليوم تترافق في مسألة أو تتفقوا أو يصير في تقارب جيد ما بينك أو مصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء جيدة على مستوى الأمور البنكية برضو فهي بتساعدك لإنجاز بعض الأعمال البنكية أو الأموال المشتركة اللي إلها علاقة إما بمال الزوجة أو أمور إلها علاقة بالهبات والمساعدات أو الدعم أو القروض أو الديون أو استرداد أموال أنت بتكون مداينها لأشخاص أو أمور إلها علاقة بالضريبة أو التأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد في منكم ممكن يهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالأوراق القانونية أو الإقامة أو دراسة لغة جديدة أو الاهتمام بثقافة جديدة أو ممكن أنه يكون لك بعض الاهتمامات في مجالات الدين والفلسفة والنقاشات من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء تقريباً نقدر نحكي إنها جيدة يعني بتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن اليوم تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة في أمور مثلاً زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال المهمة اللي ممكن تساندك أو تدعمك أو تسمع من بعض إنجازها نوع من أنواع الإطراء أو المديح أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فهو روتيني يعني بمعنى آخر بتتعامل مع أصدقائك بشكل روتيني بدون يعني لا إيجابية ولا سلبية على طبيعتك بالنسبة للبيت المتاعب بتقدر تنجز أعمالك بشكل جيد وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بالتغذية أو بالصحة أو بأمور إلها علاقة بصحة أو زيارة مريض برج الجوزاء بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مساكنكم بتشعر ببعض الحزن والتعب وبتبحث عن ملاذ آمن أهم شيء أنك ما تنتقد أقرب الناس لا إلك تلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة طبعا بما أنه القمر صار في البيت الرابع فيعني شوي بعطيك نوع من أنواع الإيجابية ولكن بالمقابل بدك تنتبه من ردات الفعل السلبية أو العصبية أو النقاشات الحدي ولكن إجمالا عند قلة رح تكون السلبية وعند الأغلب رح تكون أمور إيجابية أما بالنسبة للبيت الأول فنفسيتك اليوم متقلبة يعني بين إيجابي لغاية ساعات الصباح وبعدين بتصير ضاغط عليك فممكن تشعر ببعض الاكتئاب أو الضغط أو العصبية أو الحدية أو عدم الرغبة في أعمال كثيرة أنك تنجزها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا متقلبة على المستوى المالي فممكن اليوم يعني يكون في بعض الفرص المالية ولكن ممكن يكون عندك رغبة للمصاريف عالية جدا أهم شيء أنك ما تندفع وراء المصاريف أو الدفعات أو أنك تورط حالك في مسائل مالية بدون ما تركز فيها بشكل جيد لأنه رح تعود عليك بخسائر أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى تنقلاتك واتصالاتك بدك تكون منتبه خلال هذا اليوم يعني ما تندفع ما تتهور ما تحاول أنك تغامر أثناء قيادة السيارة أو تستعجل أثناء حركتك خوفا من الإصابات أو الحوادث أو أعطال في السيارة أو التليفون أهم شيء أنه خلي نقاشاتك لينة بدون عصبية وبدون حدية أما بالنسبة للبيت الرابع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الخامس جيد عن المستوى العاطفي يعني بدعمك ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي أو اتصال مع الحبيب أو تفقده ولكن في ساعات المساء ممكن تقلق على أحد الأحبة إما صحيا أو معنويا أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة فعشان هيك ممكن يسبب لك بعض التوتر خلال هذا اليوم إنه يكون فيه التزمات كثيرة أو أعمال كثيرة أو تتراكم عليك الأعمال خلال هذا اليوم ممكن ما تقدر تنجز كل شيء ممكن ترهق أو تصير تعبان من كثرة هاي الأعمال اللي ممكن تكون على كاهلك خلال هذا اليوم برضو بدك تنتبه على وضعك الصحي بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى العلاقات الزوجية أو الشراكة المالية يعني منشوفها روتيني ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعامل على حسب طبيعتك أنت والشريك أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء برضو بتدعمك على مستوى أموال المشتركة اللي إلها علاقة إما بديون أو قروض أو أموال ما بتعود لك بتحاول تحصل منها أو أنت ممكن تجد شيء يكون تفاقده أو ممكن يكون لك بعض الاهتمامات في مسائل قروض أو بنوك أو ضريبة أو تأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع أشخاص خارج البلاد والاهتمام ببعض المسائل العلمية أو الدراسية أو البحثية وممكن يكون لك بعض الاهتمام أو الرغبة بإنجاز بعض المعاملات أو الأوراق القانونية ممكن إشيء العلاقة بالسفر أو الإقامة أو مثلا اتصالات تجيك من خارج البلاد أما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة الأجواء جيدة ابتدعمك فممكن تحافظ على سمعتك خلال هذا اليوم وممكن يكون لك برضو بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة بأمور بالعمل مع زملاء أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 بيت الأصدقاء فهو روتيني فيعني ممكن جمعة أو لقاء ولكن أنه مش كل الجوزاء رح يكون عندهم هذا الأمر أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا جيدة وبتدعمك خلال هذا اليوم فبتساعدك على إنجاز بعض الأعمال والاهتمام بغذائك وصحتك أو حتى أنك أنت تفكر تأخذ قصة من الراحة أو حتى الانطلاق بزيارة لمريض أو الاهتمام بصحة أحد الأحبة برج السرطان كونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن لا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار بسجل لقاء مهم أو اتصال مفيد خلال هذا اليوم ممكن تجري أبحاث ومفاوضات ناجحة ممكن تقوم بزيارة أو تلاحق عمل ملح وضروري خلال هذه الفترة المقبلة أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا يعني جيدة بتدعمك على المستوى النفسي بشكل قوي فأنت مشحون بطاقة إيجابية رغم التقلب اللي بيحدث عطارد إلا أنه يعني اليوم أنت بتنشحن بطاقة إيجابية جيدة أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن تظهر بعض الفرص المالية أو المكاسب المالية اللي عادة بتيجي من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات ولكن من ساعات العصر بتكثر أو بتغلب عليك الرغبة بالمصاريف أو الدفعات بدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع يعني ممكن يكون لك بعض الاهتمامات المنزلية أو النقاشات أو التوتر على مستوى البيت حاول أنك ما تثير المشاكل كثير وما تعصب ممكن تحمل لك بعض القلق على أحد أفراد العائلة أو الخوف من نقاش معين حاول تشحن حالك بطاقة إيجابية وتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة بشكل كبير أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة بتدعمك على المستوى العاطفي في اليوم بيحمل لك إما تواصل مع الحبيب أو تلاقي أو تقارب أو ممكن الاهتمام بمسائل بتتعلق إما في الحبيب أو في أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا نقدر نحكينها جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي لها علاقة بالشؤون الصحية إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا جيدة على مستوى التقابل أو التلاقي ما بينك وبين الشركاء ولكن إن اختلقت أنت مشكلة أو نقاش حاد أو فتحت موضوع قديم معناته أنت اللي أثرت المشاكل هاي ما إلها علاقة بالتحرك الفلكي أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة فبتدعمك على بعض المسائل المالية المشتركة اللي إلها علاقة إما بقروض أو ديون أو حسابات أو إعادة جدول الديون أو الاهتمام بشؤون مالية بشكل مكثف خلال هذا اليوم ولكن أهم إيش إنك ما تورط حالك في مسائل مالية وبالمقابل برضو ما تبالغ في مصاريفك أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات في منكو ممكن يهتم ببعض المسائل السياسية أو النقاشات الدينية أو الفلسفية أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو بتحمل بعض الأشياء الإيجابية اللي بتدعمك على مستوى أمور إلها علاقة بالسمعة فهاي بتحمل لك نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤساءك بالعمل وممكن يكون في نوع من أنواع التعاون ما بينكم أما بالنسبة للبيتك 11 فهو بعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أصدقائك فممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلي أو مناسبة أو ممكن لقاء خلال هذا اليوم أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو جيدة بتدعمك فممكن تنجز بعض الأعمال ولكن ما ترهق حالك كثير وبرضو اهتم بصحتك بشكل جيد وبغذائك حاول تأخذ قسط كافي من الراحة في ساعات المساء ممكن تهتم بصحة أحد الأحبة أو ممكن تقوم بزيارة لمريض أو لا مستشفى برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع ابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من الضياع أو السرقة ممكن تناقش موضوع مالي أهمش أنك ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبدر أموالك كون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء نفسيا أحسن مشحون بطاقة إيجابية في نوع من أنواع الأشياء اللي بتدعمك بشكل قوي برضو نفسيا أنت مرتاح أكثر أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف الأجواء متقلبي خلال هذا اليوم فممكن تنشحن بعصبية أو يكون عندك كثير من المشوير والارتباطات والتنقلات أهم شيء أنك تنتبه أثناء تنقلاتك وحركتك من الإصابات أو الحوادث ممكن اليوم يصير فيه عطل العلاقة بمنزلك أو سيارتك أو بتليفونك والأهم هي موضوع السيارة ركز بشكل جيد وما تتهور أثناء نقاشاتك حاول تضبط عصابك ما تحتد وإذا عندك مقابل اليوم ركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت وبتعمل نوع من أنواع التقارب العائلي أو التلاقي أو حل مسألة معينة أو إنجاز بعض الأعمال المهمة اللي بتتعلق فيك أو في البيت أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء برضو جيدة بتدعمك على المستوى العاطفي بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم أو الاهتمام بمسألة بتتعلق بالحبيب يعني مسألة إلها علاقة فيك أو في حبيبك أو في أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى الصحة فعشان هيك من نقول لك وعلى مستوى العمل فعشان هيك من نقول لك أنه دير بالك ما تراكم الأعمال ما تجهد حالك كثير حاول أنك تأخذ قصد كافي من الراحة والأهم تراقب وضعك الصحي لأنه الفترة هاي ضاغطة بشكل كبير على المستوى الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني على مستوى الشراكي يعني تعاملك طبيعي ما بينك وبين شريك المال أو العاطفي أو بتتعاملوا على طبيعتكم أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي أنها جيدة فممكن تهتم ببعض المسائل المالية أو الدفعات أو الفواتير أو الالتزامات أو إعادة الحسابات ممكن تجد إشي فاقده أو ممكن تطالب بديون إلك كنت مداينها لأشخاص تحاول أنك تحصلها أهم إشي أنك ما تخالف القوانين بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية يعني اتصالاتك لبعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الأوراق القانونية أو النقاشات أو المعاملات كلها روتينية على طبيعتك أما بالنسبة للبيت العاشر فهو جيد بيدعمك على مستوى بيت السمعة ولكن بالمقابل ما تجازف وما تغامر وما تخالف القوانين وبرضو خلي فيه نوع من أنواع تعامل أو تعاون الجيد ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة للبيت الأصدقاء فهو جيد ما شيء بيحمل نوع من أنواع التقلبات ولكن أنه اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التقارب أو ممكن يحمل لك لقاء أو مقابلة أو دعوة مثلا ولكن دير بالك من الحدية أثناء تعاملك مع الصديق وخصوصا في ساعات ما بعد العصر أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء ضاغطة فعشان هيك من قلك لا ترهق حالك كثير بالعمل حاول أنك ترتب أمورك بشكل جيد إنجز الأعمال اللي بتقدر عليها وبرضو راقب غذائك طعامك راحتك وخذ قصد كافي من الراحة إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك لأن الأجواء شوي ضاغطة على الأمور الصحية تشعر بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك الفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة بمرحلة جديدة ممكن تطرح أفكار جديدة وتجتهد على إنجاح مشروع جديد هاي الفترة فيها نوع من أنواع الحماسة وفيه وضوح في الأفكار أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء جيدة على المستوى النفسي فبتدعمك فممكن تعزز بعض الأمور النفسية أو تجتهد بإنجاز بعض الأعمال أو يكون فيه نوع من أنواع الدعم لا إلك بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايف الأجواء جيدة برضو على المستوى المالي فممكن تحقق بعض الإنجازات اليوم أو بعض المكاسب من عمل إضافية أو مستردات مالية أو نوع من أنواع الهبات أو الدعم أو المساعدة ولكن بالمقابل بدك تدير بالك من المصاريف اللي ممكن تكثر عليك اليوم أو الاهتمامات المالية أو سداد ديون أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات فممكن تكثر عندك الاتصالات اليوم والحركة والنشاط وتكون مرهقة كثير من كثرة الأعباء أو الضغوط عليك أهم شيء أنك تركز ما تنفعل ما تعصب خصوصا أثناء القيادة السيارة أو أثناء الحركة خوفا من الإصابات أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت جيدة وبتدعمك اليوم بشكل جيد ممكن تحمل لك نوع من أنواع التقارب العائلي أو لقاء أو مثلا مناسبة تجمع بينك وبين أفراد العائلة أو الاهتمامات بنقاش معين أو مسألة عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فبتحمل لك نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين الأحبة ممكن يكون فيه لقاء أو تقارب ولكن أهم شيء يدير بالك من الحساسية أو تحاول أنك تفرض رأيك على أحد الأحبة وممكن هذا الإشيء شوي يخلق بعض المشاكل أو الحدية أو التقلب المزاج فممكن يصير مشكلة ما بينك وبين الحبيب أو ما بينك وبين أحد الأبناء إذا وجهت انتقاد غير مباشر أو مباشر أو فدخلت فيه شؤونهم أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا يعني جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء تقريبا يعني روتينية إلا أن تنقل المريخ هذا ممكن يسبب لك بعض الحدية بالطباع فهذا ممكن يسبب لك مشكلة أو حدية بالطباع أثناء التعامل مع الشريك أو ممكن خلاف معين أو نقاش حد دير بالك ويمسك عصابك أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء روتينية على مستوى الأموال المشتركة فبتتعامل بطبيعتك واهتماماتك المالية الطبيعية بدون لا إيجابية ولا سلبية خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأمور اللي لها علاقة بالاتصالات البعيدة أو تواصل مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور الاتصالات والتنقلات وأوراق السفر أو الأمور الفلسفية أو الدينية كنقاشات أو أشياء لها علاقة بالدراسة أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء ضاغطة على مستوى بيت السمعة فعشان هيك بنقولك لا تشوه سمعتك ما تعمل أشياء شوي فيها نوع من أنواع الشبهة ما تخالف القوانين وبرضو ما تدخل بأي عداء أو خلاف ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء برضو ضاغطة فهي بتسبب لك نوع من أنواع الخلافات أو التوتر مع صديق معين أو مع أصدقاء أو ممكن أنه يتوجه لك دعوة ففي خلال المناسبة هاي تستاء من بعض التصرفات أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء تقريبا نقدر نحكي روتينية فبتقدر تمجز أعمالك الضرورية والمهمة بشكل اعتيادي ومنكم ممكن يهتم ببعض الشؤون اللي إلها علاقة بالصحة إما أدوية أو مراقبة صحة أو زيارة مريض برج الميزان بيطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم بسيطر عليكم التعب الشديد فكر في إلغاء الموعيد والابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين ممكن تهدأ الوتيرة وتتراجع الأرباح والحيوية فترة محبطة جدا ومخيبة للآمل بسبب تواجد القمر في بيت متاعبك أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف الأجواء تقريبا متقلبة على المستوى النفسي خلال هذا اليوم رغم أنه في طاقة إيجابية إلا أنه أنت ممكن تشحن حالك بطاقة سلبية إن ما تدركت الموقف وحاولت يعني أنك أنت تتجاوز السلبيات أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي ممكن اليوم تحقق بعض الإنجازات المالية أو المكاسب المالية أو الاهتمامات المالية ممكن مستردات مالية أو هدايا أو هبات أو مساعدات ولكن بالمقابل تكثر عندكم المصاريف خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل والتنقلات فممكن اليوم يصير فيه تواصل كبير ما بينك وبين أشخاص أو اهتمام بمسائل معينة نقاشية مثلا أهم إشأنك ما تحتد وما تعصب أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة على مستوى البيت بتحمل نوع من أنواع الألفة أو اللقاء أو التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن اليوم تهتم ببعض الأمور المنزلية زي صيان ترتيب أو أشياء مشتريات منزلية أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الأجواء متقلبة خلال هذا اليوم ففيها نوع من أنواع الإيجابية اللي بتدعمك على مستوى التقارب مع الأحبة أو الاهتمام فيهم أو التواصل معهم وممكن يكون لك بعض الاهتمام أو النقاش مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء تقريبا ضاغطة على مستوى العمل فممكن يتراكم عندك العمل اليوم وممكن يعني شوي تشعر ببعض التعب أو الإرهاق ممكن تحتاج لزيارة طبيب أو أخذ بعض الأدوية أو تأخذ قصد كافي من الراحة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء جيدة على مستوى أمور إلى علاقة بالشراكة المالية والعاطفية فممكن اليوم يصور لك نوع من أنواع التواصل ما بينك وبين شركائك وخصوصا ما بين شركاء المال وما بين الأزواج ممكن اليوم تحمل لك إما اتفاق معين أو تقارب في وجهة النظر أو حل مسألة كانت معقدة بالفترة الماضية أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء على مستوى الأموال المشتركة برضو اليوم ممكن تهتم ببعض الحسابات أو الميزانية أو بعض الأمور المالية أو الدفعات أو أشياء من هذا القبيل تهتم فيها بشكل كبير أما بالنسبة للبيت التاسع فممكن تكثر عندك الاتصالات والحوارات الخارجية أو اتصالات مع أشخاص خارج البلاد ممكن اليوم تستاء من تصرف أحد الأشخاص أو يصلك خبر من خارج البلاد شوي تستاء منه أو تحزن منه أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء على مستوى بيت السمعة جيدة برضو بتدعمك بأشياء لها علاقة بالتقارب مع زميل أو رئيسك بالعمل أو إنجاز بعض الأعمال المهمة اللي ممكن تسمع من بعدها إطراء أما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد برضو على مستوى بيت الصداقة فبيعمل لك نوع من أنواع التقارب أو التلاقي ما بينك بين بعض الأصدقاء أو ممكن مناسبة أو جمعة مثلا عندك أو عند أحد الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فكما ذكرناها في بداية التوقعات برج العقرب طبعا بتنشطوا اليوم اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء منكم ممكن يشارك في حفلة أو مناسبة سعيدة أهم إش إنك ما تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية بتكون عندك واضحة ما بجوز تجنب أخذ أو اتخاذ قرار هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة وبتدعمك على المستوى النفسي أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية جدا وعندك رغبة لإنجاز كثير من المهام خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني على المستوى المالي يعني بتحمل نوع من أنواع الضغوط أو تقلبات المالية أو الالتزامات المالية قلة من موليد برج العقرب اللي ممكن يحصلوا على بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم أهم إشي أنك تقللوا من مصاريفكم ودفعاتكم أما بالنسبة للبيت الثالث على مستوى تنقلاتك وحواراتك شوي في نوع من أنواع العصبية في المزاج فممكن تحتد بسهولة إذا خالفك أحد بوجهات النظر أو ناقشك في مسألة وأحرجك فيها فممكن تحتد وتعصب وتثور فهذا الأمر بتطلب منك الهدوء وبرضو أثناء تنقلاتك بدك تهتم بأمور إلها علاقة بالسيارة أو أثناء تنقلاتك بدك تكون حذر أما بالنسبة للبيت الرابع فهو روتيني على مستوى البيت ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني بتتعاملوا على طبيعتكم خلال اليوم على مستوى أفراد العائلة وعلى مستوى الأمور البيتية والعقارية أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء جيدة على المستوى العاطفي فبالدعم من مركزكم وبتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب ممكن يكون لك يعني موعد أو لقاء أو اهتمام بأحد الأحبة زي الأبناء مثلا ولكن الأهم دير بالك من العصبية والتوتر أو تشحن الجو بنوع من أنواع التوتر أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية إلك أو لأحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء برضو جيدة على مستوى أمور إلها علاقة بالشراك المالية والعاطفية أو التقارب ما بينك وبين الشريك المال أو العاطفي يعني ما بين الأزواج فممكن اليوم يكون في عمل مشترك أو تقارب ما بينك أو مصالحة أما بالنسبة للبيت الثامن الأجواء على مستوى الأموال المشتركة شوي حادة فبتطلب منك نوع من أنواع الحسابات أو جدولة الحسابات أو ترتيب مبالغ مالية مثلا أو محاولة تأجيل دين أو أخذ قرض أو مساعدة أو مساهمة مالية من أي أحد أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي يعني حاول أنه برضو يعني ما تكثف اتصالاتك الخارجية لأنه ممكن يعني إما يصير زعل أو أنك برضو في أشخاص ممكن يسمعوا خبر من خارج البلاد يكون مزعج أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العلاقات الإجتماعية فممكن تحملك اليوم إما يعني تتعاون مع زميل أو صديق أو صديقك يتعاون معك وممكن يصير فيه التقارب ما بينك وبين زميلك في العمل أو رئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فكما ذكرناه في بداية التوقعات ولكن بالنسبة لبيت المتاعب بدك تكون حذر شوي لأنه ضاغط شوي فبدك تراقب صحتك وبرضو تأخذ قسط كافي من الراحة وحاول تراقب غذائك بشكل جيد ممكن يكون لك بعض الاهتمامات إما الصحية أو بصحة أحد الأحبة مرج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب لللي بيبحث عن عمل أهم شيء أنك ما تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك اتجنب التصرف الارتجالي ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال لعمل آخر ونظم أعمالك عشان تنجزها بأكملها أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء تقريبا فيها نوع من أنواع التقلب عن المستوى النفسي اليوم فبتشعر ببعض الضغوطات أو بعض الأمور اللي بتكون متقلبة عندك أو بتحاول أنك ما تجهد حالك بشكل كبير أهم إش أنك تحافظ على نفسك من العصبية أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الأمور المالية فممكن تحصل بعض الأموال أو تهتم ببعض المسائل الإيجابية المالية فممكن تحصل أموال من عمل إضافي أو نوع من أنواع الدعم أو الهبات أو المساعدات أو ترتب مسألة مالية بشكل جيد أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء حادة على مستوى التنقلات والاتصالات ومزاجك شوي عصبي خلال هذا اليوم أهم إش أنك تسيطر على عصبيتك وتنتبه أثناء القيادة أو أثناء الحركة من الإصابات أو من الحوادث ممكن يصير فيه عطل بالسيارة أو بأمور إلها علاقة بالهاتف أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت روتينية ما فيه أي شيء لا إيجابي ولا سلبي خلال هذا اليوم يعني بتتعامل على حسب طبيعتك على مستوى البيت والعقار وبتقوم بإجراء الأعمال الروتينية على أكمل وجه أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي الأجواء جيدة فبتقارب ما بينك وبين الحبيب وممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات للتقارب أو خروج بالنزهة أو التواصل الجيد ما بينك وبين أحد الأحبة أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فبتدعمك فممكن تنجز كثير من أعمالك خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أو مراجعات طبية أما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الأمور شوي ضاغطة فهي بتسبب لك نوع من أنواع التوتر أو التقلب فممكن تحتد وتعصب أثناء تعاملك مع الشريك المال أو ما بين الأزواج مع بعض فحاولوا قدر الإمكان تمسكوا عصابك وما تكبروا المسألة زيادة عن اللزوم أما بالنسبة للبيت الثامن برضو الاهتمامات المالية واضحة على مستوى الأموال المشتركة فممكن تحقق بعض الإنجازات اليوم أو ترتب بعض المسائل المالية بشكل جيد أو بعض الدعم المالي أو أمور إلها علاقة بتحسين الأمور المالية كأخذ قرض أو مساعدة أو دعم أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء ضاغطة على مستوى الاتصالات البعيدة أو التواصل مع أشخاص خارج البلاد فممكن تتوتر أو تزعل أو تتذاير من تصرف معين لشخص خارج البلاد أو ممكن تتعطى الأمور إلها علاقة بالتنقلات أو بأوراق أو أشياء إلها علاقة بالإقامة والهجرة أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة لبيتك 11 الأجواء جيدة على مستوى بيت الصداقة فبتحمل لك إما التلاقي أو مقابلة أو دعوة أو اتصال ما بينك وبين بعض الأصدقاء أما بالنسبة لبيت المتاعف الأجواء الجيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات اللي إلها علاقة إما بالصحة أو إلها علاقة بالراحة أو إلها علاقة بإنجاز بعض الأعمال برج الجدي بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات أهم إش إنك تكونوا أكثر وعي على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك يعني رح يتركوا أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا فلا تضيع عليك الفرصة أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة نفسيا أنت مشحون بطاقة إيجابية بتعزز من ثقتك بنفسك وبرضو عندك مخططات كثيرة حاب تنجزها خلال هذا اليوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء برضو جيدة على المستوى المالي فممكن تجيب لك بعض الدعم المالي اللي بيجي عادة من عمل إضافي أو مستردات مالية أو هبات أو مساعدات أو نوع من أنواع الدعم ولكن أهم إشي أنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء برضو جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وتعامل مع أخ أو جار ولكن بالمقابل بدك تدير بالك من العصبية والاندفاع والتهور أما بالنسبة للبيت الرابع الأجواء جيدة على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التقارب بينك وبين أفراد العائلة فممكن يحمل لك مناسبة جيدة أو تقارب جيدة خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الخامس فالأجواء العاطفية جيدة برضو بتحمل لك بعض الأشياء الإيجابية اللي بتدعم من موقفك أو من تقربك مع الحبيب أو إشي إيجابي بيجمع ما بينك وبين الأحبة خلال هذا اليوم إما مع الحبيب أو مع أحد الأبناء أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء ضاغطة على مستوى العمل فممكن أنه يتراكم عندك بعض الأعمال أو يكون العمل كثير عندك فما تقدر تنجزه بالكامل وممكن تشعر ببعض التعب أو الإرهاق خلال هذا اليوم وممكن تشعر ببعض التوعق الصحي أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء روتينية ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي أما بالنسبة للبيت الثامن برضو الأجواء جيدة وبتدعمك فبتعمل نوع من أنواع الاهتمام بالمسائل المالية زي ديون أو قروض أو حسابات أو ضريبة أو تأمين يعني كلها بتكون نشط عليها أما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرناه في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر الأجواء جيدة بتدعمك برضو بتعمل نوع من أنواع يعني التقارب ما بينك وبين زملائك أو رؤسائك بالعمل أو إنجاز أعمال يعني بتدعم من سمعتك خلال هاي الفترة أما بالنسبة لبيت الأصدقاء الجو جيد بيدعمك برضو على مستوى الأصدقاء بعمل نوع من أنواع التحالف أو نوع من أنواع الدعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء شوي يعني روتينية يعني ما نقول لك إنجز الأعمال الضرورية المهمة خلال هذا اليوم وبرضو في نفس اللحظة اهتم بشؤونك الصحية بغذائك بطعامك برضو بأمور إلها علاقة براحتك الجسدية تفحصوا حساب مالي مشترك وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب إلكم بحاجة للرعاية كون مرن وما تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الأطراف أهمش إنك ما تهمل ملف ولا قضية أما بالنسبة للبيت الأول فالأجواء جيدة على المستوى النفسي تقريبا أنت مشحون بطاقة إيجابية عالية خلال هذا اليوم وثقتك بنفسك برضو ممتازة أما بالنسبة للبيت الثاني الأجواء المالية جيدة فممكن اليوم تحصل على مكسب مالي بيجيك من عمل إضافي أو نوع من أنواع المستردات أو الهبات أو نوع من أنواع الدعم ولكن الأهم إنك تقلل من مصريفك أما بالنسبة للبيت الثالث فهو يعني جيد شوي ولكن عصبيتك طاغية على الموضوع أهم إيش إنك ما تعصب وما تثور أثناء النقاشات دك تدير بالك أثناء تنقلاتك برضو اهتم لأمور إلها علاقة بالسيارة أو بالتليفون أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى البيت بتعمل نوع من أنواع التقارب أو المصالحة أو أمور إلها علاقة بإنجازات منزلية أو عائلية أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية برضو ممتازة بتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأشخاص أحبة على قلبك مثل أبنائك مثلا أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم ولكن ممكن تتراكم عندك بعض الأعمال ما تقدر تنجزها بالكامل وممكن يكون لك بعض الضغط على المستوى اللي له علاقة بالصحة أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى بيت الشراكي بقارب ما بينك وبين شريكك شريك المال أو شريك العاطفة يعني زي الأزواج ممكن يعمل مصالحة أو تقارب أو خطة مستقبلية أو اتفاق على عمل المشترك أما بالنسبة للبيت الثامن برضو الأجواء جيدة وبتدعمك مثل ما ذكرنا في بداية التوقعات على مستوى الأموال المشتركة بالنسبة للبيت التاسع برضو جيد على مستوى اتصالاتك وحواراتك وبرضو على مستوى تواصلك مع أشخاص خارج البلاد وممكن يكون لك اهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو أشياء لها علاقة بالدراسة أو البحث أو المناقشات أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى بيت السمعة فممكن تعززوا سمعت كل يوم وممكن يكون لك تقارب أو تعاون مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء برضو يعني فيها نوع من أنواع التوتر ممكن اليوم تعصب أو تنزعج من تصرف أحد الأصحاب أو الأصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة ولكن ما تتحسس من مواقف ممكن تصير قدامك أما بالنسبة لبيت المتاعب فالأجواء برضو ضاغطة فعشان هيك من قلك إنجز العمال الضرورية والمهمة ما تبالغ بإرهاق نفسك راقب غذائك بشكل جيد رأتابع صحتك إن شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك برج الحوت بتتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركاكم سواء في العمل أو في العاطفة أو ما بين الأزواج كونوا أكثر تفاهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترات فيها نوع من أنواع الضغط يعني شوي نسبيا الأوضاع ممكن تصعب خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الأول صحيح إن القمر مقابلك بعطيك إيجابية وسلبية مع بعض إلا إنه برضو اليوم نفسيتك أحسن من الفترة الماضية مشحون بطاقة إيجابية أما بالنسبة للبيت الثاني فعلى المستوى المالي شوي في نوع من أنواع الإرهاق أو القلق أو التفكير المالي أو التزامات أو دفعات أو مسائل إلها علاقة بالمصاريف قلن مصاريفك وما تحاول إنك يعني تصرف بدون حساب أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء يعني فيها نوع من أنواع الإيجابية على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وعلى مستوى حواراتك ونقاشاتك ولكن بالمقابل بيكون فيه نوع من أنواع الحدية أو العصبية فأدير بالك إما بنقاشاتك أو تعاملك مع أخ أو جار أو أثناء تنقلاتك بالسيارة أما بالنسبة للبيت الرابع فالأجواء على مستوى البيت فيها نوع من أنواع الضغط إما قلق عائلي أو مسألة ضرورية بتظهر على الساحة أو أشغال وأعمال بتكون مرهقة ومربكة أما بالنسبة للبيت الخامس الأجواء العاطفية جيدة بتعمل نوع من أنواع التقارب العاطفي ما بينك وبين أحد الأحبة ولكن بالمقابل بتعمل نوع من أنواع التقلب في المزاج فممكن تحتد وتعصب من تصرفات الحبيب أو من أحد الأحبة فتتوتر وتعصب فبدك تدير بالك أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا النهار وممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية أما بالنسبة للبيت السابع فالأجواء مثل ما ذكرناها في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الثامن الأجواء جيدة بتدعمك على مستوى الأمور المالية فممكن ترتب فوتيرك أو حساباتك بشكل دقيق خلال هذا اليوم ممكن يكون لك بعض الاهتمامات بأوراق بنكية أو معاملات ضريبية أو أشياء لها علاقة بالتأمين أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى اتصالاتك لبعيدة أو تواصلك مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأوراق قانونية أو معاملات أو دراسة أو بحث معين فأهم شيء أنك أنت تركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء برضو بتدعمك على مستوى تعزيز سمعتك أو الدفاع عن سمعتك أو تقوية علاقاتك وارتباطاتك وممكن يكون لك اهتمام برضو بأحد الزملاء أو أحد رؤساءك بالعمل أما بالنسبة لبيت الأصدقاء فالأجواء متقلبة فممكن تستاء من تصرف صديق أو من معاملة صديق أو إهمال صديق أو ممكن تلجأ لصديق بمسألة معينة فإنه يردك خائب خلال هذا اليوم حاول أنك تمسك أعصابك وما تثور وما تزعى لأيام القادمة ممكن تحمل لك بعض الانفراجات أما بالنسبة لبيت المتاعب الأجواء جيدة فممكن تنجز بعض الأعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات مثل الأكل غذاءك نومك راحتك أو ممكن يعني تشعر ببعض التوعق فتحتاج لمراجعة طبيب أو لمراقبة أدويتك أو زيارة مريض هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء